ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أن ارتفاع أسعار أضاح العيد راجع إلى غلاء أسعار الأعلاف والشعير وفي حديث إعلامي أكد ردوان وهو كساب في منطقة مزاب أن أسعار المواشي هذه السنة ستعرف ارتفاعا كبيرا يتراوح بين ألف وألفين درهم وقال ردوان كل غلاء بزاف هذا العام العام اللي فات كالغلاء ولكن هذا العام التمن مضروف ثلاثة مشيرا إلى أن الحول هذا العام ستكون زيد فيه بين ألف وألفين درهم وأرجح الكساب أن السبب راجع إلى غلاء الأعلاف قائلا لعلف غالي وهو السبب في هذا الارتفاع دب كل حول يشحل كي يأكل كي يأكل كي يأكل 15 درهم وكي يأكل حتى 30 درهم لأتمنى مقادين شعل حساب كل واحد وبالنسبة إلى دعم الحكومة للكساب من أجل استيراد المواشي قال الكساب ذاته سمعنا الحكومة بغد عم بـ 500 درهم في الحول بس نستوردو هاد 500 درهم ديالاش ديال الترانسبور ديال الباطو ولا ديالاش 500 درهم رمدي روالو رغير المواطن اللي غد يتمحن وأوضح أنه هاد العام أرى كي الغلاء كي نقص في المواشي حد الأعوام اللي فاته كان شوي الجفاف ومن أجل عودة الأتمنى إلى طبيعتها قال رضوان إنه خاص نقص على الفلاح من العلف وخاص نقص من دبي حديل العام باش الأتمنى تنقص والمواطن ما يبقاش مقصح ومن جهته قال خالد كساب في منطقة حد سوالما في تصريح إعلامي إنه بالنسبة لهذا العام كين تمانو الحولي غد تكون زيدة فيه القليلة ألف درهم والحولية 500 درهم وأضاف العلف غالي هو اللي مخلي هاد الأتمنى طالعة كون كالعلف رخيص الناس غيتقام عليهم العيد رخيص ولكن العلف غالي بزاف احتح نقهرنا وتابعنا السوق في الخير شوية ولكن دما ما تقدرش تحكم عليه كنسمعوا بلا الغنم غد يدخل من بره ولكن لحد الساعة احنا ما زال مدخلنا والو ومشفنا والو